السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبا يا ابن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية سيادتك بقى خلصت دبلوم صنايع تجاري سياحة وفنادق زراعي ايا كان سيادتك عايز تعرف ايه هي الكليات والمعاهد المتاحة لحضرتك خصوصا ان مش كل الكليات والمعاهد بتاخد من كل التخصصات يبقى سيادتك دلوقتي دبلوم صنايع معاك تخصص معين عايز تعرف ايه هي الكليات والمعاهد اللي بتقبل من هذا التخصص ان شاء الله في سلسلة الفيديوهات دي هنتكلم على دبلوم الصنايع وتخصصات المختلفة ايه هي الكليات والمعاهد اللي يقدر يخشها من التخصص اللي سيادتك فيه بوس يا سيدي مبدئيا دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سانوات بوس يا سيدي سيادتك معاك دبلوم صنايع من المدارس الحكومية العادية دبلوم مدارس ثانوية عدد مهني دبلوم مدارس تكنولوجية اللي هو نظام مطور دبلوم ضعاف السماء تلمزة صناعية تعليم وتدريب مزدوج التعليم التبادلي المجمع التكنولوجي معهد السليزيان دون بوسكو وكمان دبلوم تدريب شركة الترسانة بالاسكندرية ديها شباب دبلومات فنية صناعية هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله بامر الله ونشوف الكليات المتاحية اول حاجة طبعا عندك كليات الهندسة ودي بتخشها بمعادلة تمام كده بس طبعا عندنا تخصص ترميم اثار وتخصص معامل ده طبعا التخصصين دول مش بيخشوا الى كلية الهندسة لكن بقية التخصص هات بتقبل ان شاء الله كلية الهندسة بس بعد اجتيازك للمعادلة طب تعال بقى نبص على الحاجات التانية الجميلة بتاعتنا اللي قدر نخشها من دبلوم الصناع اول حاجة يا شباب عندنا كلية الاثار كلية الاثار دي يا شباب زي اللي موجودة في القاهرة الفيوم اسوان سواج انا لقص الدميات الزأزيق مطروح طبعا بتقبل من تخصصات ايه بتقبل من تخصصات ترميم اثار ترميم دقيق ترميم معماري تمام كده بقية الاثار مش بتاخد من جميع التخصصات بتاخد من التلات تخصصات اللي احنا قلناهم دول فقط لا غير عشان سيادتك تبقى عارف عندك بعد كده كلية التربية ما انا كلية التربية موجودة في هلوان بداخد من جميع التخصصات من دبلوم الصناع طب يا مستر بالنسبة بقى لديبلوم الزراعي والكلام ده كله كل مرة ان شاء الله يا شباب فيديو منفصل عن الكليات والمعاهد اللي بتقبل من دبلوم معين لنهارده ان شاء الله هنتكلم على دبلوم الصناع فقط لا غير في فيديو تاني ان شاء الله هنتكلم على التجاري والزراعي وهكذا على حسب التعليقات هنعمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله عندنا بقى كده يا شباب كلية الاقتصاد المنزلي كلية الاقتصاد المنزلي موجودة في Acho版 جنسال موجودة في المنفية موجودة في العريش طب بتقبل منين يا شباب بتاخد من تخصصات ايه في sends measuring size جنسيج جلود وبدائلها تمام كده طب لو انت هتقدم المنفية يبقى انت عندك ملابس جهزة بس لو العريش يبقى ملابس جهزة او تخصص نسيج بتاخد من التخصصين دول فقط لا غير intro يجب ورثة هاتي الكليات التانية لدينا اربع كليات بالاضافة الكليات تب hard الى خمس كليات التكنولوجيا و التعليم الصناعي الكليات التكنولوجيا و التعليم الصناعي لدينا مходит في خلوان والسويس والسوهاج وباني سويف التم seus weов يتقوم بشراء تخصصات يجب أن تكونون الك iaity تم Opera ي watershed using would be speakers ان شاء الله. من التكلم على التنسيق بتاع الكليات المختلفة. تمام كده الحدود بتاعتها ايه? عندك بعد كده برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق. ده موجود في حلوان وموجود في الاسكندرية. بياخد برضو من جماعة التخصصات. ده عامل زي نزام سياحة وفنادق ولكن اسمه تعليم تبادلي. طبعا برضو التعليم التبادلي ده انك انت سيادتك بيتشتغل وفي نفس الوقت بتدرس. بتروح الكلية مرة واحدة بس. وتعتبر الكلية هاي اللي بتصرف على الدراسة بتاعت حضرتك. ويبقى فيه طبعا ما بين الشغل والكلية فيه متابعة. عشان يعرفوا ان حضرتك بتروح الشغل بتاعك ولا لأ وبيتابعوك وكلام تقولوا في نفس الوقت بنتعلم فيه الكلية. طبعا نخش على باقية التخصص وبتاعتنا. عندنا بس حاجة مهمة يا شباب. لو انا دلوقتي تلت صنايع مثلا آآ قسم كهرباء. هل ينفع اخش الى المجمعية تولتحك بالمجمعات التكنولوجية اللي هي موجودة في الاميرية او الفيوم او السلام. قال لك ينفع. بس اما حاجة زي ما اتفقنا هتكون تخصص ميكانيكا او تخصص كهرباء. يبقى المجمعات التكنولوجية بتاخد من تلت صنايع اللي معادي باللوم صنايع بس بشرط يكون ميكانيكا او كهرباء. طبعا يا مستر يعني تخصص اساس خشب ينفع اخوش. لا مش ينفع تخش بقى ما احنا اتفقنا. ميكانيكا او كهرباء. عندك المجمع التكنولوجي المتكامل الاميرية او السلامسياتك بتقدر السنتين بيكون معك ايه شهادة التكنولوجي متخصص. عايز تكمل كمان سنتين تانيين يبقى معك ايه? معك باكالاريوز. ده بخصوص المجمعات التكنولوجية. تمام كده? وعليفنا بتاخد من ان تخصصات. ركز بقى معايا. طب بالنسبة للفيوم نفس الحكاية برضو بتاخد شهادة في تكنولوجيا الصناعة. تمام كده? او بعد كده بتكمل سنتين كمان بتاخد باكالاريوز في التكنولوجيا الصناعية. عندنا بقى كده يا شباب المعاهد التابعة لوزارة الصحة. بتاخد تخصص كهرباء فقط لا غير. تمام كده? خلي بالك بقى. يبقى هنا عندنا المعهد الفن الصحي بياخد تخصص كهرباء. ليه? لنسياتك لما بتخش المعهد بتخش ايه سيارة اجهزة طبية. طب المعهد الفنية الصحية موجود في مبابة اسكندرية الزعزيق المنصورة طنطة صهاج اسوان. وعندنا كمان واحد تابع للجامعة. اللي هو طبعا تبع جامعة جنوب الوادي. تمام كده? اللي هو ايه المعهد الفن الصحي بقينة. بياخد تخصص ايه? بياخد تخصص كهرباء. تمام كده? تمام يا مستر? في حاجة تانية عندنا برضو اسمها المعاهد الفنية الصناعية. المعاهد الفنية الصناعية دي بوابتك لكلية الهندسة. يعني سنتك عايز تخش الهندسة. ومش هتعمل معادلة او عملت معادلة والاسف ايه ترعت مش اه مش ناجح فيها. هتقدر بقى معاكد تخش معاهد فن صناعي. تكتعد في تخش كلية الهندسة ان شاء الله. طب المعاهد الفنية الصناعية بتلاقيها موجودة فين? موجودة في المطارية الصحافة بانها قويسنا المحلة الكبرى الزعزيق الاسكندرية بورسعيد بقري العبد سهاج انا اسوان شوبرا ناجح حمادي ده طلبة فقط. تمام كده? وعندك كمان معهد البصريات بالسيدة زينب. عندك معهد مواد البناء بحلوان ده طلبة فقط. معهد منشآت بحرية بورسعيد. وكمان عندك المعهد الفني لترميم الاثار بالاقصر. تمام كده يا شباب? وعندك كمان المعهد الفنية بتاعت الرأي والصرف والمساحة والتصلاح الاراضي. ده فيه تلات معاهد المطارية اسيوت اينا? تمام كده يا شباب? بس خلي بالك بقى. المعهد الفنية الصناعية اللي انا زكرتها في الاول اللي هي دي. دي بتاخد من جميع التخصصات. بتاخد من ايه? من جميع التخصصات ودي صراحة يعني ميزة كويسة جدا. ولكن معهد فن رأي ومساحة تمام كده بياخد من تخصص ايه؟ تخصص معماري او زخرفي. يبقى المعاهد الفنية الصناعية جميع التخصصات. لكن معاهد اللي هي بتاعت الرأي والصرف والمساحة تمام كده بتاخد من تخصص معماري او زخرفي فقط لغير. والاتنين على فكرة بوابتك لكلية الهندسة. مفيش مشكلة خالص. تمام? قد نقول يا شباب على الكليات والمعاهد من واقع بوابة التنسيق. طب يا مستر في حاجات تانية اه. في عندك حاجة اسمها مركز التكنولوجيا المتميز. تبع وزارة الصناعة. ده موجود فين خلف شركة بسكو مصر بالاميرية في القاهرة. تمام كده? ده بياخد من تخصص ميكانيكا جلود وبدائلها وكمان كهرباء. ده مركز التميز. مركز التكنولوجيا المتميز. وخلي بالك ان هذا المركز بياهلك انك تكون اخصائي صناعي في المي كاترونيكس. اخصائي صناعي في تكنولوجيا المصاعدة الكهربائية. اخصائي صناعي في صناعة الاحزية ومصنوعات الجلدية. وعندك كمان المعد الفني للصناعات المتطورة النهضة او المدينة السلام بياخد من ميكانيكا وايه وكهرباء. تمام كده? تمام يا مستر. خش على اللي بعده يا شباب. عندنا المعهد الفني لتكنولوجيا السيكك الحديدية بمنطقة وردان. محاوزة الجيزة. ده طبعا معهد ومصروفوات. ده كان بياخد بعد الاعداء دي كان زمان. وبعد كده بدأ يكون بعد تلتة سنوية. تمام كده يا شباب? طيب بياخد من تخصصات ايه? ميكانيكا وكهرباء. خلي بالك المعهد ده للبانين فقط. شفت بقى ان تخصصات ميكانيكا وكهرباء مهمة ازاي? وطبعا المصروفات بتاعته بتكون في حدود العشر تلاف جنيه. تمام? كده ممكن تكون زادت شوية ولا حاجة قد يكون. بتدرس برامج ايه? برنامج الاشارات برنامج تكنولوجيا الوحدات المتحركة. بقى مصطر في ايه تاني? عندنا كمان حاجة اسمها الجامعات التكنولوجية اللي هي الجديدة. وطبعا دلوقتي زادت يا شباب. عندنا جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. جامعة الدلتة التكنولوجية. جامعة بني سويف التكنولوجية. طبعا عند اللي هي بقى طبعا فيها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برضو في الدلتا. وجامعة بني سويفيا لكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بتقبل من جميع التخصصات. وفيه طبعا كليات تكنولوجية تانية. وعندنا الشباب جامعة طيبة التكنولوجية وجامعة سامة نود التكنولوجية وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية يعني الحقيقة مجموعة كبيرة من الكليات او الجامعات التكنولوجية وجامعة اسيوت الجديدة التكنولوجية وجامعة ستة اكتوبر التكنولوجية وكمان عندنا جامعة مصر الدولية فيها طبعا القاهرة والفيوم واسيوت تقدم الكلية التكنولوجية بالقاهرة عدة برامج وكذلك الفيوم يعني عندنا جامعات تكنولوجية جديدة طبعا الشباب المصرفات بتعبتها بتبقى عالية شوية وينزم سنتين في سنتين يعني يا سنتين ربنا كرمك ان شاء الله خلصتهم عايز تكمل كمان سنتين يعني فيها شهادة بعد سنتين دبلوم مهنية فوق المتوسط. تمام كده يا شباب? واحد كده ممكن تكمل بقى كمان سنتين. آآ معاك باكاليريوس مهني. في عندنا بقحة جميلة يا شباب اسمها ايه? المعاهد العالية الخاصة. اللي هي عاملة زي الكليات بالزبط. يعني سيادتك دلوقتي لو انت مدخلتش كلية زي كلية الهندسة. وعايز تبقى راجل مهندس قدامك المعاهد الهندسية. المعاهد الهندسية دي جميلة جدا هي زي الكلية بتديك باكاليريوس هندسة. بتبقى معاهد عالية خاصة طبعا بالمصروفات. المعاهد دي طبعا بتاخد من مجموع كبير. ممكن من فترة كان بتاخد تمانين في المية افوق التمانين في المية. لأ دلوقتي يا شباب. يعني وصلت فوق الاربعة وتسعين في المية. يعني طبعا موضوع للتنسيق ده بيختلف من سنة لسنة. وان شاء الله بامر الله احنا كن لنا عدة فيديوهات بتتكلم على آآ المعاهد الهندسية من ناحية التنسيق بتاعها بتاخد من كل وفي فيديو تاني ان شاء الله هلت بهم لك على حسب التخصصات عشان سياتك بردو تعرف التخصصات المختلفة بتاعة المعاهد الهندسية المختلفة ما تخلص 고ما تخلص معاهد وفاكر فيه تخصص انت حب وما تلاقوش في هذا المعهد. فلازم تبقى على ضراءة بتخصصات المعاهد المختلفة وهلت بهم لك كمان ان شاء الله على حسب الى عنوان عشان سياتك تبقى عارف المعاهد اللي قريبة من حضرتك. فان شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه مجموعة من الفيديوهات تهم حبيبنا طلاب وطالبات الدبلومات الفنية عموما ودبلوم الصنايع خصوصا. تمام كده يا شباب? يبقى عندنا المعاهد العالية الهندسية وده ان شاء الله يبقى لينا الكلام عليها معاهد كتيرة. يمكن حوالي ستة وربعين معهد. في معاهد خاصة عالية زي معهد نظم المعلومات الادارية. معهد شعبة ادارة الاعمال. والمعاهد دي بتوصل لحد ستين في المية. وبرضه ان شاء الله هنتكلم عنها في فيديوهات منفصلة. المعاهد دي يا شباب بيدك بكاليريوس زي الكلية. تمام كده? يعني حاجة حقيقة ممتازة بقعك مؤهل عالي. وطبعا يا شباب عندكم بقى الكلية التكنولوجية بتاعت الكوات المسلحة ودي مهمة جدا. وطبعا ما زياها كتير. تمام برضو من الحاجات اللي تقدر ان شاء الله تخشها. وعندك كلية تربية نوعية ما نقدرش برضو ان احنا نزاها تقدر تخشها. تمام يا شباب حبينا بس نستعرض لحضراتكم الكليات والمعاهد المختلفة بتاخد من ايه? بالزبط من واقع مكتب التنسيق عشان يبقى الكلام زي ما اتفقنا. كلام موثق ومعتمد. وان شاء الله هنتكلم على الكليات دي. ممكن تاخد من كام على طبعا تنسيق السنة اللي فاتت. وتابعونا ان شاء الله عشان اول ما النتيجة تظهر نبتدي. نرتب الرغبات مع بعض ونقولك ايه الاهم ونعرفك بكتير من الكليات والمعاهد ان شاء الله يا شباب. عجبك الفيديو? ما تنساش اللايك والشير. ولو اول مرة حضرتك تشاهد فائل قناة شرفني ونورني بالاشتراك. كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.